الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الآن سوف يعني خواطر حول سورة السورة العظيمة يوسف سورة يوسف سيدنا يوسف مكية يعني نزلت في مكة نزلت في العهد المكي شوف يجيب قصة ربنا يجيب قصة للمؤمنين في ذلك الوقت ليس في منهيات ولا مأمورات ولا أركان الإسلام إلا الركن الأول تشهد وليس تقول تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا الركن العظيم لا تقوم جميع الأركان وجميع الدين إلا به وثقته تلك الأورة الأوثقال ومفصان لها طيب نحن سوف نبدأ ولكن ليس كل السورة وليس كل شيء خواطر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين الكتاب وألف لام را الذي يخوض فيها لا يعرفها الذي يتكلم فيها أمام كل أحد لا يعرفها بالمرة أنفض يدك منه مرة نهائي ولو تفلسف ولو جبلك كتب الأولين ولو قرأت أنت ما تصل إلى هذه الأمور ولو قرأت أنا أي واحد يقرأ من الخراءات لا يصل هذه المنزلة إذا وصلتها في الإيمان القوي هذا الملف مضغوط يفتحه لك ألف لام را يفتحه لك بالإيمان واليقين لا تبحث البحث سدى ولكن ركز على الإيمان تحصله وقل يا رب يعلمني هذا يعلمك إذا وصل الإيمان الذي هو زي مثلا نقول شهادة ابتدائي متوسط ثنوي كله دراسة جامعي كله دراسة ولكن لن تفهم الذي في الجامعة حتى لو الكتب الجامعية كلها حصلت عليها وصلت تقرأ لا تفهم لابد أول لابتدائي ثم المتوسط ثم الثنوي ثم تصل إلى هناك ممكن تحصل إلى الجامعة وما تحصل المعلومات هذه اللي قرأتها ليش؟ لأنها لابد من دكتوراه في تخصص معين في الفيزياء خلصنا الجامعة ما نعرف الفيزياء نعرف أشياء ولكن تتعمق ودرس هذه الدراسة العيدية كذا هكذا درجات أعطي الكتب لواحد ما يفهم ما يفهم فنفس الشيء يقرؤون الناس الكتب وبعد ذلك يضيعون الآية كذا إذا قرأتها كذا مرة تفعل كذا كذا ممكن صح ممكن غلط إذا غلط مشكلة وإذا صح مشكلة لأنها تقرأ بالعدد الفلاني ل هذا العدد إذا كان واحد اكتشف فعلا ما هو صح مثلا فلا تصلح لكل أحد تصلح للمستوى ذلك تدخل في الجامعة تأجد هذه المعلومات سهلة يشرح لك المدرس تفهم على طول هكذا الإيمان لابد تدخل في الإيمان تخرج من الإيمان بغير الله تخرج من مرتبة الإسلام من مرتبة الإيمان يا سلام ليس كل واحد يقول أنا خرجت من هناك وجئت هنا وكفرت بالطغوة وأمنت بالله حقيقة لا هذا الشيء الله اللي يعرف الله اللي يقدر أنت وصلت صح أو أنك وصلت عقليا وفهمت واقتنعت هذا لا يدل على وصول اقتنعت هذا كويس ليش؟ يرشدك أنك الآن تتحصل هذه بعض العقول لا ما تفهم كيف تحصل وصلت إلى هذا القناعة إذن هو عندي حصل لا ما حصل تبقى الدليل؟ الدليل تشوف مواعيد الله تحققت لا نحيي أنها حياة طيبة جات أول تذهب هدم القديم والهدم ليس من اختصاصك الهدم اختصاص من الذي أنت ذاهب إليه إني ذاهب إلى ربي هناك يبدأ هو يفعل عندك الأشياء بقدر سطعتك للهدم والبناء والتحول أنت الآن تتحول من إيمان إلى إيمان من إيمان بالمادة والأشياء والمحسوسات إلى مواد غيبية أمور غيبية هذا يحصل نحن وضعنا أشياء توجهك هي موجودة ولكن غافلين عنها نحن نلفت انتباهك لها الصلاة ليست هكذا الصلاة تضبطك تفهم هذا مصار تصحح مصارك غلط القرآن ليس كما نتلو لا نصحح المصار إذن القرآن كيف كذا كذا هذا للأبد ليس لفترة مؤينة وأنتظر من وراه نتائج ما في نتائج أترك أنت تركت الدين هذا هو الدين الحق ما كنت ماشي فيه فإذن إذا نمشي على الدين الحق تيجي فوائد وتيجي فكيف نمشي هذا البيان الذي ذكرناه في الفيديوهات والذي لا يعرف يقول أنا أريد أعرف الأساسيات في هذا المضمار الإيمانيات التي تبحثهم فيها وشكرا يعني مثلا كذا فنحن نعرف ونرسل أي واحد من الأحباب الموجودين اللي قداما معنا فإذن نجي يعني خرجنا نأتي إلى سورة سيدنا يوسف مكي في مكة لازم تقرر يعني ليش يجيب لهم قصة قصة يضربون يعذبون يهجرون يطردون من مساكنهم في حالة كرب 13 سنة وحوصروا في شعب ثلاث سنوات لتربية الإيمان لأنهم هم المؤسسين ما معناته كل الناس سوف يمرون بهذه الأحوال لا هم مؤسسين المؤسس دائما هكذا الآن تأسس كل شيء خذ اقطف ثمرات ثمرات الدين وأن تمرتاه زرعوا وزرعنا ما الآن اقطف في ناس ينظروا للثمر لا يقطفون لا يقطفون لا تأتي المهم نحن نأتي إلى قصة سيدنا يوسف غلام صغير إذ قال يوسف نكمل ألف لامر تلك آيات الكتاب الموبيل إن أنزلناه يعني جعلناه في الدنيا كان نورا فصار حروفا فصار ينطق تحول من نور وروح إلى بلسان عربي إن أنزلناه قرآنا عربيا أنزلناه نزلناه لمستواك ما تسمع إلا بالأذن ولا كذا نزل للمستوى هذا الأرضي ها لعلكم تعقلون يجي العقل هنا يشتغل تفعيل العقول الداخلية ها نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي أني رأيت أحد عشر كوكبا كوكب والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين رؤية هذه رؤية رأى وقال الغلام الصغير هذا المسكين الذي يعني ضعيف ها في السن والجسم لكن في النبوة هذا يدلك على أن النبوة ليست لما بلغ ربعين تأتي النبوة لا النبوة يعني زي ما نقول إنسان وحيوان في فرق الإنسان حيوان ناطق إذن في فرق بين الإنسان والحيوان أيضا فرق بين الإنسان والنبي اصطفاهم الله نقاوة فوق كما في إنما أنا بشر مثلكم الملك بشر مثلكم ولكنه سير جوش وأنت لا تسير واحد نفر مثلكم في الآكل والشرب والنكاح والألم والمرض وكل الأشياء تمر ولكن في اتصاب ليس مثلك في أشياء تتمسك مثلكم خلاص بكل شيء لا ليس مثلك بكل شيء فهذا عنده نبوة طفل صغير سيدنا إسماعيل قال أني أرى أبوه أرى أني أذبحك فشوف النبي إيش يقول يا أبا تفعل ما تؤمر افعل مو ما تحلم به لأنه فاهم الحلم عند النبي ليس عندهم مكشوف الموضوع ما في حلم يختلف عن الواقع قال له افعل ما تؤمر به ستجد إن شاء الله إذبحني أنت ما أمور بذبحي إذبح وليس حلم واحد ثاني يقول له تحلم فالمهم شوف يعني النبوة حالة عند الإنسان راقية تب إن الله اصطفى آدم وانوح اصطفهم ليسوا كالبشر وهم مثل البشر شوف الملك لما جاء عند سيدنا إبراهيم الملائكة لما جاءتهم ذبح وصالح وطبخ الأكل وقدموا لهم فلما رأى أيديهم لا تصلوا إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة بشر لكن ليس بشر بشر في الشكل قالوا لا تخف إنها رسل ربك رسل في شكل بشر قد تجدهم في الشارع ما أدراك لهم مهام محدودة يعملونها ويدهبون ليس يلعبون وليس تعال قابل فلان وتكلم معاه تريد ملك يتكلم معاك بشكل إنسان ما تجي كده فهم موجودين أرضنا هذه ملآنة بشياء كثير ولكن في الغيب آمن بالغيب قد يريك حولك فيه ناس ما تسلم واحد يمكن على عصا يمشي في ضعيف في فقير في الحال أو ثري بالملابس الفخمة لكن ولي لله ما تدري يمكن لي مهمة ما تدري فإذن الإنسان يكون علشان كده الواحد يمشي ويظن في الناس الخير ما يدري لا يضع الحكم ليش لأن الحكم معناته أنا عرفت كل شيء عن هذا الإنسان ويمكن ما رأيت إلا ثوبا ومزق يمكن ما رأيت إلا شكلا على طول عندك في برمجة الداخلية هذا الشكل من البلد الفلاني معناته صفاته كذا كذا المؤمن فاضي لا برمجة سابقة من اللي سوله رزت الله برمجة ربانية من كيف أحصل عليها لا يكون في وسيط يشرح لك هي مباشر قرآن استمع له وأنصت أو اقرأه واستمع له وأنصت له لعلك ترحم ترحم وتفهم تجي الخيرات هكذا الصلاة خروج من عالم المشاهدات إلى رب الأرباب لقاء أنا ذهب للصلاة أنوي لقاء ربي بعدين قول أنوي صلى الله ثلاث ركعات ركعتين في المسجد لا مشكلة بس أنت الأساس لقاء الله الآن كان بعض الصحابة سيدنا علي بن طالب يتغير لونه في الوضوء ما بالك قال كيف ما بالي أنا ذهب للقاء ربي مستعد عارف لماذا هو يصلي لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة حتى تعلموا ما تقولون خرجنا عن سورة يوسف أصبروا علي طبيعي كذا يش تسوي اكتشفت فرأى أحد عشر كوكبا والشمس والقمر له ساجدين على طول شل الكهربة اشتغلت عند والده سيدنا عقوب وقال يا ابني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدها طبعا أب عارف الإبن هذا من وعارف الأبناء من الصغر حتى كبروا من هؤلاء ومن هذا ف إن الشيطان الإنسان عدو مبين ما ندري ماذا نقول في هذا الكلام لأن العقول لأن العقول لا تساء بعض الكلام فهو الأنبياء لازم نظرتنا لهم مختلفة نظرة حقيقية لواقعهم وأنهم مختلف عننا إذا حسبناهم مثلنا إنما أنا بشر مثلكم نقول الرسل بشر مثلكم لا يا أخي إذا كان بالصيغة الذي تقول يقولون هذا الكلام بهذه الطريقة في كل شيء لا ليس في كل شيء الملياردير مثلك الحاكم مثلك وزير الدفاع والطيران مثلك الحارس مثلك لكن كمان ليس مثلك افهمها فإذا هو مطلع مكشوف له أشياء كثيرة شيء ياقوب مكشوف له أمور كثيرة يعني مؤمن ونبي فإذا كان المؤمنين الذين ما وصلوا للنبوة يعني أحيانا يعني يطلعهم الله على أشياء كثيرة ولكن ليس كالذي عنده النفس شغالة أنا تراجارنا هذا فيه كذا كذا إذا كذا ما يطلعك الله يطلعك وكأنه ما طلعت إذا وصلت كذا قدرت السيطر وكشح النور العالي من الله أنت مؤمن بالله ومسغر غيره ونفسك من ضمن التصغير أمام الله لا تضع لنفسك منزله أنا حتى يقولون حتى أريد أكشف هذا وأريد أمسح على هذا بسم الله فإذا هو شفية من المرض والناس يقولون ماذا أو تأتيني فلوس أو أفكار كثيرة تدور في بال الإنسان الذي لم يصل للعمق في الإيمان ما الذي وصل لا يعرف شيء اسمه الرياء ولا سيد يعرف ربه أينما تول فثم وجه الله كيف يفعل فإذن قال يا أبني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيد إن الشطان الإنسان عدو مبين نبغى نجيب تلميح هنا هو يكلم الولد والولد هذا منور جدا 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 أعلى فأبوه يقول له كلام ينتبه هذا كيد وما كيد وما كيد وما أدراك وهو ليس من هذا الباب طبعا المفسر طبعا لدى الأمور يعني حساسة وأنا أتكلم أمام البشر الكثير يسمعون صغار كبار فهمين مفاهمين وناس يعني ضد الإسلام موجود من يسمع أنا أعرف هذا الكلام وناس كثير في التعليقات قالوا أشياء فإذن لازم الكلام على المستوى العام ولكن اللبيب بالإشارة يفهم فلاحد يسأل في التعليقات وضح ما وضح ما في توضيح قناة مبثوثة في الحال بكله فإذن نكمل وكذلك يجتبيك ربك يعني فاهم الراجل شاف الرؤية وعارف إيش اللي حصل وعارف إنه بيسو أخوانه إيش له عارف إنه هذا بيحصل كله مكشوف يكيد لك كيدا فعلا كاد مو معناته لأنه قال يكيد هم كادوا بعد ذلك مثل ما يقول بعض أهل الطاقة والتطوير الذاتي يقول لك هو خاف من الحسد فوقع فيه خاف على أولادي فوقعوا هذا في العوام ممكن تحصل هو ما خال من هذا الخال هو يكشف حاجة رآها وعرف الرؤية الرؤية ليست الآن بعدين قال لا تقص الرؤية فيكيد لك كيدا لأنه هم يريدون أباهم هذا عارفين أن النبي مرتبة عالية يريدون حبه يخلو لنا وجه أبينا قال له يروح هذا لأنه شغل أبونا عنا نبغى منه أن يلتفت لنا تجينا الأنوار تجينا خيرات تجينا بركات هم يفكرون هذا التفكير يظنوا المسألة بيد البشر مؤمنين ولكن إيمانهم يعني في التطور بعدين تطور لمن خلاص عرفوا أخوهم فين وفين وقالوا خلاص انتهينا وخلاص هذا حالهم للأبد زي اللي واحد يشوف واحد كذب يقول هذا كذب لا بتعيدوا عنه أنا أصلحت سيارتي عنده وحصل 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 هو صار معك حادثة كذب عندك شيء ربنا أراد بهذا أنه ولكن صادق مع الآخرين تجد أم تشد بغلظة مع بنت أو ولد والبقية لا بشوشة معهم تصلح تلبط فكر أنه هذا سببي أنا أنا عندي شيء ما أعرفه ما أعرفه بس اعترف إذا اعترفت أنك مسؤول زي سيدين يونس أني كنت من الظالمين أنا غلطة بعدين تبدأ الأمور تضغط عد في هذا فيديوهات له ما نتكلم فيها ما أدري ليش نحن نخرج كثير ولكن نحب نخلص الصورة الآن وصلنا مشوار كبير كذلك يجتبيك ربك شوف فاهم ولا مفاهم ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل ليش ياقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق أجدادك إن ربك عليم حكيم طيب يعلمك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث الأحاديث هذه الرؤية أحد عشر الكوكم من الشمس هذا حديث من الله لك الرؤية حديث يحدث الله يحدث العبد به ربه يعني ربه يحدث بهذه الأشياء مدام يحدث من يفسرها دخلنا في هذا الكلام شوي من يفسرها هو تروح تفسير واحد ثاني يجيب لك يمكن أقل من مستواك عمره ما شاف رؤية في حياة ولكن تجارة كل شيء زمن هذا تجارة أو بعض التجارة ليس لأجل المن لأجل يعني المنزلة والعظمة أنا ربكم الأعلى شفوني أنا أنا أبدع أنا خير منه أنا فبعضها مفلوس هذا فإذن إش قال ويعلمك من تأويل الأحاديث تصير أنت مؤول للأحاديث من الذي جعله الله إذن هو مؤول تجي عنده تقول أنا شفت الرؤية الفلانية يقول لك كذا أي واحد من الشارع يجي لا يقرأ كتب تفسير فلان تفسير فلان عرف أنه الشجرة يعني كذا والنائم يعني كذا واللي يشوف واحد مات من أهله يعني كذا حفظ الكتب يحفظ خويف وكل شيء بعد ذلك يأتي أمام الناس أي أي هذا شجرة كذا وهذا المال تفسير لك وإذا ما تهتم فيه تدور تفسيرات عند الناس وتكتمها لأن رؤية فسرت وقعت وقعت يعني خلاص ما قال هذاك وكمان يمكن ما تقع نهائي يعني ربنا يرحمك من شرور بسبب تفسير هذا الرجل فإذا بعض الرؤية باطلة الرؤية نفسها فيها مشاكل ولكن تفسيرها في خير تفسيرها معنات لك خير جاي واحد رأى رؤية في القديم يعني رأى رؤية أنه واحد شيخ يحبه عالم وجدوا وجدوا آلة آلة يغني وتحته جبل من القاذورات هو فوق الجبل هذا فوق القاذورات هذه ومبسوط هو ما جاب اسمه يعني خايف هذا شيء يخلي يحب وانا يسوي كده فالمفسر قال له إن كان إن كانت رؤياك حق فليس هذا إلا الحسن البصري إمام عالم كبير تعلم سيدنا علي بن بي طارب فقاله إنه هو قال تلك رؤية حق هو شيء هم من القادرات وكيف يبعد شيخ يبعدناك في الوصاخة وكمان يغني مبسوط من وضعه قال له هذا محتقر دنياهم دنيا الناس دي الذهب والفضة دي عنده زيز بالة واصل طبعا هذا مقاري هنا لو يشوف واحد يقول له والله أنا شوف نفسي فوق جبل ونفس الشغلة وهي رؤية ثانية هذا تفسير لذاك الشخص الحادثة طبقها على البشر كلهم هذه المشكلة هذا أغلب الفسرين فإذا دخلنا في المجالات يا والله ما كنت أبغى لا أكمل السورة اليوم طيب ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب من هم هم العشرة ذول هم الأولاد أحد عشرة كوكبا والشمس والقمر هم آل آل يعقوب لكن وعي وإيمان ويقين سيدنا يوسف الأصغر منهم أصغر واحد أعلى منهم وصل وهم يمكن يصلون وصلوا بعد ما اقترب الموت لذلك أنت أحسن أشرار الآن لكن ممكن يصيرون أخيار يوما ما باقي قدامه العمر معطيها الله وأنا من الآن دخل جهنم خليه يعصي يدمر أنا محبة لأنه أقرب إليه ربي فأنا أحترمه لأجلي ربي وربه ابن الملك ما تقول له شيء ولا بنته ولو خبر سيء ما تقول خوفا أو حبا أو عصبية ملكنا صح ولا لا خليك مع ربك كل عبادة الله احترمهم قدرهم وممكن بعد عشر سنين يصير صاروخ أحسن منك طيب الله الظاهر بنطول يتم ويتمنع متوى عليك وعلى آل يعقوب شوف نصرحين ممجرمين رمو رمو مجرمين لكن بعدين تتتتت ترقى وصلح وتعدلوا هو عدلوا بالبير والعباء وأن يكون عبدا وخادما وصلوا أعلى مواصيل وهم رباهم بالمشاكل مشاكل مشاكل صفعة من هنا وصفعة من هنا يوريهم إن المشاكل هذه تسوي خير في غيرهم ولكن هي محسوبة عليهم مشكلة ويروحوا بعدين آخر شيء ربنا يا أبانا استغفر لنا خلاص استغفر فما نزعل من الأخوانه لا في فيلم أنت شايف مقلقة في الفيلم سيئة لكن بعدين يصير أشياء كويسة كذلك معاملاتنا مع الناس من هذا القبيل ويتم نعمته عليك يتم نعمته عليك بسرعة جاته وعلى آل يعقوب على مهل حتى يعقوب نفسه تصلح أكثر وأكثر وتنور أكثر وأكثر وكل الحياة هذه هي يحدثك الله يحدثك مو بالرؤية بس يحدثك بالأحوال أي شيء شفته أنت يعرف أن هذا لك إذا أنت منتبه تلتقط أشياء كثير أثناء اليوم أنت لما جاءك في الدنيا هنا لهدف عظيم لذلك هو مهتم فيك أنت غافل عنه وغافل عن الحياة أنه أنا عندي حاجة واحدة خلاص رأيك لا يهمني ما يحصل وما أدراك هذه حديث من الله لك كن يقض المؤمن يقض منتبه الرسول عليه السلام يبين أن الكافر لا يدري لما وجد ولما يموت شايف هذا يولد هذا يموت هذا يولد هذا يموت يجلس عشرين سنة دكتور من رئيش يموت وشوف الحيوانات وإحنا إياهم الزواء لكن المؤمن يقض فاهم أنا مميز لست مثلهم إذن هدفي غير هدفهم هدف المكيف ها تبريد الجو غير هدف النور غير هدف السيارة غير هدف الجوال فإذن نحن مخلوقات غريبة يعني لنا هدف كبير عجزت عنه أسأل من الله في ناس غير مسلمين يسألوا الله لماذا خلقتني يا رب هناك شيء خلق أنت خلقتني ولكن ما الهدف انزعاج داخلي ويريد الحقيقة من الله يعطيه يلقى الجواب فهكذا نكون مع ربنا وحسن الظن بالخلق رموه في البئر كذبوا كذاب إخوة كذبوا وأبوهم ماذا يقول لا يقول كذبين وخرجوا من البيت ولا 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 نوح عليه السلام جلس تسعمية وخمسين سنة يدعو الابن موجود ما أدري متولد إن شاء الله مية سنة في الأخير والزوجة موجودة لكن ما لهم نصيب إنك لا تهدي من أحباب نوح يهدي يريد الهداية له حتى قال يا رب إنه من أهلي حب موجود ولكن الله يهدي من يشاء في ناس معا شاء الهداية جوه رغم قبيلتهم ضدهم وتقولوا أنتم مجانين أنتم مخرفين وانت ينوح مخرف لكن مؤمن راه شاء فأعطاه يهدي من يشاء لا تهدي من حبابته لكن الله يهدي من يشاء أما الذي لا يشاء الله لا يعطيه ويضل من يشاء الله عادة لا يقول أنا أظل كنت أهديك تفسيرات غلط فإذن كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربي عليم حكيم يعني ببلاش حكمة يعرف يعطي هذا أو لا يعطي هذا ونحن مستحقين كما نقرأ الآية ثانية ويعلمك من تولي الحديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربي عليم حكيم فاهم المستحق يعطيه ونحن مستحقين كده يقول لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين فينا السعر هذه آيات لكم تفهموا افهموا إذ قالوا ليوسف وأخوه والإخوة هؤلاء قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة ونحن مفروض نكون يعني كده المنطقة العام عندهم ذكى الوقت بعدين تغير ونحن عصبة إن آبانا لفي ضلال مبين ضلال مو معناته يعني نفهمها أنه ضال من الآخرة لا يعني جاهل لهذه الشغلة إحنا عصبا أهم من واثنين ما هنا المسألة ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا خلوه الخلق يخلو لكم وجه أبيكم إيش معنى هذه يخلو يتفرغ لكم وجهه يعني اتجاهه أنتم أولادي مو شايف يوسف خلاص رمين هكذا الفكر رمينا يوسف خلاص لحينا علشان هدفهم هو هذا يخلو يصير منتبه لكم أبوكم انشغل به اللي انشغل به طيره يخلو لكم وجه أبيكم اطرحو أرضنا ويرموه ويسوه هذا هدف أحبوا إلى أبينا منا ونحن عصوة لازم يحبنا فهم يخلو لكم وجه يريدون الحب بزيادة هو حبهم لكن يريدون الحب شي لهذا المحبوب علشان يصير الحب لي أكثر المهم أو أطرحوه أرضا يخلو لكم عمركم شفتم مفسر ممفسر أنا خواطر بس بالطريقة هذه خليني على سليقتي وما لشغل خواطر إيمانية أطرحوه أو أطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده من يوم راح يروح قوما صالحين خلاص نتوب نستغفر خلاص وبعدين نصير كويسي هذا هذا يعني إيمانه نظرته وعيه هذا مستوى مستوى فيه شر ولكن همه نفسه موجود في المجتمع ما أكثر ولا شاء الله بيكون يذهب يوما ما ما ندري قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فائلين يعني حطوا في بير بعدين يجوا الناس بغون ياخذوه هذا اللي حصل لآن قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف معناته إنهم من أول هو ما يخلي يروح معهم وإن له لناصحون نبغى الخير نحميه نحفظه إحنا نحبه إحنا ننصح له ننصح له مو نصيحة لا نريد له الخير أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنه له لحافظون لأنه صغير قاله خلي يلعب يمبسط شوي يغير جو من هنا ترغيب يعني شديد للأب لأنك تتحبه خلي يلعب يمبسط ونحن نحفظه وإنه له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به هنا خلق نركز دائما على كلام سيدنا يعقوب أنه ليس أهبل ليس يعني مثل الناس يحزن ويبكي ويتقطع قلبه على الولد وأنه يعني هبط مستواه لا ما هبط في حب عالي ونظرة عالية وكشف كشف للغيب أعطاه الله وكله باين كله باين أنه هو عارف إيش بيصير حس وشعر وعرف أن حادثة أن الحادثة اللي في باله ستحصل وما يستطيع يمنعها أسئلهم أعدا معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون يعني قالوا لإن أكله الذئب ونحن عصبة إذن إنا إذن لخاسرون هذه كلها التبيين إيش بيصير فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه اتفقوا خلاص أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه شف مو صغير صغير كبير يوحى إليه وأوحينا إليه لتنب أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون ما يشعرون جاء الوحي وقت الحادثة يريدون يرمونهم في الجب أجمع وخلاص اتفقون يجمع خلاص هم يتكلمون وهو موجود فأمسك على أساس يمسكوه ويرموه في الجب جاء الوحي جاء الوحي لشان ما يجي خوف كما أوحى إلى أم موسى فذهب الخوف والقته في اليم ابن تو مولود ثواني رماته في البن في اليم فلما جاء الوحي ذهبت الوساوس والأفكار والخوف ولا أي شيء يجي خلاص صفي ومسلم يأخذونه يرمونه هو مطمئن هذا نبي ولد صغير بس نبي وعي فاهم عاقل عاقل إيمانيا يعني مكشوف له الغيب مكشوف له إيش يعملون هؤلاء لا يبالي لا يصرخ لا يصيح وهو يعرف يعني جاء الوحي وعلمه ورغم كده ومسلم في شيء يراد بي الله يريد بي خلاف ما يريدون لذلك إذا جاءك أحد يكيد أو يهدد خالك مطمئن إن معي ربي إننا لمدركون إن معي ربي سيهتين كلا إن معي ربي كلا يعني كفر بالضغوط مهما يهدد فلان يدمر بالنووي يسمع من هنا ويرمي من هنا إذا دخل الخوف صار استقبال الشرور اللي أنت خايف منها سحر جن رعب من أحد ذئب أسد لا يفيد تقول باللسان أنقذني 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 لفظ لكن داخليا إيش فيه خوف من كبرت النمر والأسد والذئب والسحر والجن والمؤامرات هذه مؤامرة هو لم يبال نساغره كله الناس يتأمرون عليه أخوانه بيرمون في البير فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوا في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا أنت يوم اللي يام تخبرهم بالقصة دي معناته أنا بكون سليم وأكبر وبعدين أجي أقول لهم تعال مختصر كلمتين بس فيها قوة وهم لا يشعرون بهذا الحوار الرباني الداخلي وجاءوا أباهم عشاء يبكون مسافة الطريق من هناك إلى هنا عن عشاء قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله ذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين أنت منت مؤمن لنا المؤمن يعني يثق أنت ما ما ابتثق بنا ما أنت واثق بكلامنا وإن كنا صادقين هم عارفين نفسهم صادقين وهو عارف أنهم ليسوا صادقين لكن شايف الذي يجري ما هو ولكن هو يريد أن يجري تربية الإبن هذا للنبوة العليا وهو حاضر في داره ربنا قال له ما في طلع من عندك ونحن نربي نربي بعكس الأسباب وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا دائما استمع لكلام سيدنا ياقوب سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون خلاص أنا بأصبر هذا شيء ماضي وأصبر على فراقه أصبر يعني لا أشكو لأحد أبكي يصير عيناي مبيضتان لكن ما كلمها إحنا شوكا كده نقول صبر أيوب ونكلم مئة نفر إذا شفنا بالمستشفى ما ذهبت وبهذا ما ذهبت والرعب جاء من كلافة دكاترة نلجأ للدين أكثر ونتعبد ويا خرجي 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 ونحن صابرين أخرجي أصبر خلاص ما في علاج والشيوخ يقولوا ما في علاج لك وراحت هنا وراحت هنا خلاص باب خلصت خلاص أصبر 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 يعني لا تتكلم الكلام جزء تصخط اشكول لدكتور قلوا أنا عندي المرض الفلان بعدين خلاص أصبر أصبر يعني محتسب أن هذا عمل خير تأخذ أجره من الله المشكلة أو المرض إذن لا تتكلم الناس أنت مبسوط أنت بالأجور في أجور تحصلها لا ليس هذا اللي حاصل في الناس إلا من رحم الله فإذن فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدل دلو قال يا بشر هذا غلام شوف الأسباب يجريها الله لما يريد والإنسان يفعلها لما يريد وما أراد الله غالب يمشيك الله حتى تترقى في الحياة هذا هدفه في المشكلة هدف ترقية هدف قوة إيمان يحصل عندك هدف هدف تزكية هدف تعليم المشكلة السجن خسارة فلوس كله أنت أنظر له أنه خير التقى مع الحوت قال ربنا ربنا لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين صار ما أصابك من سيئة فمن نفسك لا تقول قدر الله يعني أنت قدرت لكذا ولا أنا ما أنا ما أشي في الطرق هذا أنت حطيت لي العقبة دي هذا المعنى غلط قدر الله وقدر المشكلة وقدر الحل أنت جاتك المشكلة من نفسك لم أقدرها عليك أنت ملت لها كيف له خبراء وما تحتاج خبراء قل لنا ظلمت نفسي سيد نيومس قل لنا ظلمت نفسي واغفر لي وأنا خلاص ما مشي خليني في المشكلة يهم من الحياة الأخروية الأبدية تنحل سغرها تصغر كبرها ويجعلها في حياتك يا ربي أنقذني منها يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي هالكلام كويس يا ربي أنقذني منها ما في مشكلة لكن إنك تكبرها عظيمة خلاص ما في شيء لا أبغى أخرى ما نبغىها ما يفكر فيها فكر في هذا الحالة بس الله إمام به ضعيف ثق بالله آمن بالله وصغر مشكلتك وإنساها خليها في يعني إذا عندك مكتب في مية درج الأهم فالأهم 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 حط في الدرج الأخير مشكلتك الكبيرة حط تقول ولا شيء أنا عندي مشاكل أخرى أريد بعد الموت سعادة حزة فوز هذا الأهم يرى الله منك هذا يفتح هو الدرج وشي لا يرميها ويبدلك الله خيرا منها إجعل همك ليس مشكلتك همك ربك ومشكلتك مهموم فيها لكن لا تساوي الشيء صغرها وتشوف ربنا يقول من الله كذا 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 منزل سيارة بيت أسرة حسنة شهادات أولادي مدري كل هذه الأشياء موجودة أبغى أريدها كم أجعل لك يعني وقت الصلوات هذه والدعاء أبغى أريد أن أدعو لك أريد أن أصلي عليك لأن الله أمرنا بالصلاة على النبي طيب أمرنا أمرنا كم أجعل لك من صلاته الربع قال وإن زدت فهو خير لك أنا نية من الرسول يبغى بس يصلي عليه واتز فيه لا لرحمة به بناء قال له النصف بعدين قال له أجعل لك صلاتي كلها يعني خلاص ما أقول يا رب أريد أريد بس صلي على الرسول شوف الرسول ماذا قال قال إذن تكفى همك الهم اللي أنت بتقوله وسكت وصليت علي تكفى من يكفيك إذن خلاص يعني كأنه طلب لكن اللي يصلي علشان تكفى همك صلي لأجل أن الله صلي على أساس أنه هذا أمر الله وتدخل في الشرف العظيم إن الله وملائكته يصلون وقال لك أنا وملائكتي نصلي ادخل معنا يا إيه الذين آمنوا بس صلوا عليه نحن نصلي أنتم صلوا عليه تدخل في الشرف الكبير الله عظم وبعده تكفى همك هم في نفسي إنه ولدي هذا مدري شفيه وأفكر في كذا أفكر في مرض وفكر في سفر وريد أي هموم تتلاشى من يلاشيها من يكفينا إياها منك شغل ثق بوعد الله ولكن لا يكون مقصود لا تجعله هو مقصدك هذا الوعد وعدك خلاص إنسى ابنك وعدتوا بدراجة جبنا هذا المثال ابنك وعدتوا بدراجة إذا جبت امتياز عندك ولدين قلت لهم إذا جبتوا امتياز أنتم أو ولد وبنت دائما أولاد أو بنتين إذا نجحتوا أنا جبتوا امتياز لكم دراجة كل واحد دراجة الذي يجيب الامتياز ياخذ دراجة واحد قال يا بابا أو واحد أو يا ماما أنا بجيب امتياز ولكن علشان انت تصير مبسوط دراجة ما يهتم فيها والثاني قال آه دراجة أنا طيب طيب كل ما مشيت في الشارع وشاف محل دراجة قال بابا تعال هنا نوقف شوية أبغى هذه الحمرة أبغى الصفرة هذه أبغى هذه علشان عندها مميزات وشياء مدريش طيب حاضر وكل ممر يا بابا يا بابا يا بابا أشوف السنة كم فيها يوم حتى تجي النتيجة هذا مزعج تقوله خذ الدراجة وهذاك يخذ الدراجة لا يا بابا مو مشكلة لا تشتري خلال جمت امتياز أنا وعدت خذ ما قصده أبوه يكون مبسوط ومبتسم ويفرح لفرح أبيه بما كلفه به فنحن ما نفكر في الواحد هذا إزعاج إزعاج لنفسك أنت ما مزعاج الله إزعاج لنفسك كل شوية كل شوية كل شوية يعني ما نضر وعند الله كويس مدام أنا وعدت كبشر أنا أدي كبشر أنا أدي كبشر كل ما قلت يا رب يجيبك ولكن هذاك محبوب أكثر فالناس معادن والإيمان درجات للمعادن يا رب سترك والله السورة بس خلاص رأي إذا خلصت سبعة دقائق باقي على الساعة ولا مدرك كم المهم والله أنا شوف نفسي نطورنا كثير ولكن أعذروني هذا هو يعني اعتبروها أنا حلقة في حلقات كوكتيل وأنا نويت ولكن الظاهر أني بس هذه السورة وفقط ما خلاص ندخل في هذه الأشياء نطول فيها والناس لا تحب التطويل طيب خلاص نكمل بعد وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خير تحملتوني تانك 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 ترجمة نانسي قنقر